السلام عليكم يا تحياتي كل ابناء وطن الغالي من الشمال لي الجنوب ومن الشرق للغرب بتلا منسوا وخوتنا لي في الغربة انه جاي النهاردة عشان نابيوت بالاياه دي! ولو في حاجة تاني غير الاياه دي مستعدة بصي! يا معال addition! انا جاي النهاردة عشان نابيوت accumulate ولو في حاجة تاني غير الاياه دي مستعدة بصي! مش حالي يستقام أكيدك! الله نقولك هذا هو دي ماتش دي سيزيف بلكش تبعو بسبعمل مليون سبعمل مليون نعم لا غير مليون ستسان مليون مش دي سيزيف تحت طلعة فيهم حتى بلس دميليار دميليار ايه هذا وديفيزيونها بتلوت انت الرجون هذه التحت والله التحت انت الرجون ناشنال دو سدي ماتش دميليار احسب بكالكويلة هاجبتكالكويلات مليار آه نجبداً آه نزيدك تروازيام شيخ ها في فينالتي مثل بينالي، ضربت جازة إدو ميثي مالله ما يسادي بونه خمسينت عن الأشياء كيف تكلمت بك؟ 50 مليون اكثر وال استرائيض بمعه 0% 1%. 100 مليون الحاجة الأخرى الشيخ ماتش كيف تدبيه الشمبيونة؟ ها لي هذا أسير أبدا ذاهب حال يسقى ببير حال يسقى مالذي مالله فنادري، كذلك أن الأشياء لديكم موايون ها كين يسقى بكلب بدون الأشياء من الكمبيونة بالله يجب أن يكون الشمبيونة يتبقى عن ماتش ومع من الفريق سألعب ضدهم طبعا سنعمل على ترقية الشباب وسنعمل على ترقية الرياضة وسنعمل أيضا على أخلاقة الرياضة وعلى فصل المال الفاسد عن الرياضة برافو لأعضاء الجمعية العامة اليوم هذا يبقى يوم تاريخي لأعضاء الجمعية العامة الذين صوتوا بكلتا اليدين وبأي شيء المهم وي وخلاص جماعة ابني وي وي اليوم تنطبق علي أما قولت ابني وي وي رغم أنها من زمن لكن اليوم تنطبق تصوت على ألف مليار اخسارها للجزائر تصوت على الملايين الماليارات تخرج وتخسرها الجزائر وتتكبدها احتلال الجزائر يصوتوا ضرب الجزائر يصوتوا وي وخلاص احنا رانا وي وخلاص ناكلوا ريحوا في الوتال ناكلوا مليح نشربوا مليح بيان كوم يلفوا ندوا مصروف تجيب ونصوتوا وخلاص في الوتال اللي قعدوا ونصوتوا وخلاص وي وخلاص احتلال الجزائر نصوتوا بوي خسائر الخسائر للجزائر صوتوا بوي بلاير ماليارة تذهبوا يمينا ويصارا من صوتوا بوي احنا جماعة وي وي وخلاص هذوما جماعة ابني وي وي كما يعني الوصف دقيق لهم جماعة ابني وي وي هذو هما على المقاس ابني وي وي ما تقدرش تبدلهم تزولوا الجبالوا ولا تزولوا الطبائعوا ولا طبيعتهم يرفعوا يديهم وي في السراء وفي الذراء وفي الفساد وفي الباطل اللي ايستيار وي وخلاص هاذو مجماعة ابني وي وي لكن الجزائر الجديدة انه يعني غير المألوف على غير المألوف انه نضنا وشفنا في جزائر جديدة انه الانسان اللي يعرفلك ضربة الجزاء بقدش تسوي والبيلونتي ضربة الجزاء بقدش تسوي والمقابلة بقدش تتباع والحاكم بقدش يتباع وليكوفران بقداش بيلا ليلة وضوحاها اللي الفنة ويعرفنها بري هذو ما اصبح رئيس الجل الترشيحات هذه جزائر جديدة تلقى حاجة خارقة للعادة في نومان يعني ظاهرة هذه ظاهرة خارقة للعادة سيد يعرف لك البري بقداش يتباع الماش داخل وخارج الميدان بقداش ضربات الجزاء بقداش المخالفة بقداش تشري حكم يعرف لك البري كامل بين الليلة والضحاء اصبح رئيس الجل الترشيحات برافو برافو لجزائر جديدة هذه الجزائر جديدة هذه يلا غالب يعني اللي مشترك في قمة الفساد في كرة القدم الجزائرية واللي نقدر نقوله هو المؤسس اللي بالنسبة لي يعرف لك البري يعرفهم رئيس الجل الترشيحات ومعاقب مدى الحياة معاقب مدى الحياة رئيس الجل الترشيحات عمال راسك جزائر جديدة هذه رئيس الجل الترشيحات معاقب مدى الحياة يعرف يعرف بقداش تبيع البلانتي يعرف بقداش تبيع يعرف بقداش تبيع يعرف لك بقداش تشري الماتش أضميسيل والبرة يعرف لك دي تاي كاملة رئيس الجل الترشيحات عمال راسك جزائر جديدة المساج الأخر وزير اللي كسرتنا راسنا صراحة تانية معالي الوزير ما احترامي لك وشخصك كسرتنا أخلاقت الرياضة احنا فرحنا قلنا ذوك جينا وزير أخلاقت الرياضة ومحاربات الملفز ويني أخلاقت الرياضة وين المحاربات الملفز سيد هذا يعرف لك البري كاملة كاملة يعرفها يعرف لك بقداش بيرونتي يعرف لك الكورناء الكوفران اللي ربيطراش بقداش تشري يعرف لك المحاربات الملفز بقداش يعرف لك كاملة حاول لك رئيس جلترشي حاد ويني أخلاقت الرياضة هذي أخلاقت الرياضة بأساس المساذ قلبت رئيس جلترشي حاد أخلاقت الرياضة وراح دور الدولة ويني الدولة هذي غايبة مكا لا حاسيب لا رقيب مالاير تصرف والو بالجمعية العامة الجمعية العامة يرفعوا ديهم في زوج حاوينك حاوينك الوزير يعني قلت أن أخلاقت الرياضة ومحاربة الملفز حاوينك هما شوفنا هوالو اوكا رياكسيون اوكا شانجمون نفس العباد تتعاود أنا حاجة نقولها لك ليك وكل مسؤولين الدولة الجزائرية متلوموا إلا نفسكم لو قدر الله لو قدر الله لو قدر الله نتقصوا من كاس العالم متلوموا إلا نفسكم أنا حذرتها وقلتها ونعودها التحكيم الأفريقية هو ليس سهل والتحكيم الأفريقية أنا نشوفه ما زل ما نشوفه الويلات ما زل ما نشوفه الويلات زامبيا ما كنوالو ما عندها حتى نفوذ بالنسبة للدولة بحجم قارة الجزائر أعطتنا الدرس وصفعتنا نزيد نقول لك يا معالي الوزير لا تتفاجأ إذا وجدت عمار بهلول هو رئيس الاتحادية والمرشح بقوة لا تتفاجأ لأنكم مربعين يديكم وساكتين الدولة متحركتش مسؤولين الدولة جزائرية متحركوش مربعين يديكم وساكتين تشوفوا في الموقر وساكتين إذا ما تتلموش متلموش عمار بهلول إذا جاء رئيس الاتحادية أمر طبيعي أمر منطقي لأنهم هم نفس العباد دلس العباد اللي يعرف البرين تاع البيلانتي وكذا هو اللي قلبوه رئيس لجل الترشيحات يعني ما منهم فيهم ابلاحيت ومخر له ابلاحيت ومخر له إذا كذا تشوف عمار بهلول رئيس الاتحادية ما تتفاجأوش أمر عادي وطبيعي وشكون عمار بهلول باش الناس تعرف هو ذاك الجزائري اللي اعطاه اللي بي صفعة اللي في الحرب اللي بي هذك اعطاه صفعة الجعفاري اعطاه صفعة إذا ما تتفاجأوش لأنهم هما رحين يمنعوا أي جزائري أي ترشح ما دمك مكش معانا ما نشح نقبلوا ميلة في بتاعك واحمي سالهم صعيب داروه صعيب داروه جاءت الحاجة سهلة رئيس الاتحادية بين إلا ما تحركتش الدولة في ظرف 24 ساعة أقصى حد أقصى حد 48 ساعة اوكان شونجمو اوكان شونجمو باقي نفس الوجود وما تلم عدوا ماتلهم الى انفسكم وما تلهم إلا نفسك يا معالي الوزير لينلي قلت باللي أخلقت الرياضة محاربة المال الفاسد ونجم ندعمه بالماضي زندهم بالماضي وthem وجود داعب بالماضي الدعب بالماضي العمر بهلول اللي التي اعطاه الليبي صفعة لا الضمبيه تعطينا دروس وعطينا صفعات ما نقدرش ندعم بالماضي أنا لما الدعب بالماضي نداعب بالماضي نبنأس اللي قادرين يضربوا علينا في الكاف الناس اللي قادرة توقف للندل للندل مع الادفرسير بوركينافاسو معا بعد كينروح مع بوركينافاسو إذا تآهنا راح ينموك وننصدبه مصر شكل يقدر يحبس الكواريس ساع مصر ولا المغرب ولا تونس اللي أقوياء عنده منفوذ ولا حتى نقوله الكاميرون ولا نقوله غانا ولا نقوله نيجيريا بايش نقدر نحبسهم خليني بالوان ما بالوان راني معاكم او ميتين بالمية راو عدنا منتخب عالمي يا مصر الكواريس على الافريكا دي هاي مشي سهلة والله ما هي سهلة هاي زنبيا بادلتنا زنبيا زنبيا بادلتنا هاي وكونوا عاقلين إلا ما يقفتوش مع بالماضي في الوقت الحساس هذا وما دخلتوش دخلوا واسي يعين يحكو تتعينوا وعينوا واسي بصي يجيبون إنسان شخص اللي عنده حنكة في الكاف اللي يقدر يجيب لك حقك يجيب لك حقك ما يقول ناشي احنا فريق يتعطينا من عندها ولا تعاوننا ما نش محتاجين صداقة احنا عطونا حقنا احنا ما نش محتاجين صداقة نحتاجوا حقنا فقط عطونا تحكيم نزيه التحكيم النزيه ما يجيش هكيك ولا يجيب إنا ليلة وضحاها التحكيم النزيه يجيب عمل شخص اللي يكون عنده علاقات في الكاف ويعرف الكواليس وخبايا الكاف أما يجيب لي واحد شخص كما عمار بهلول اللي يكون احتمالي يبقى هذا من الناس اللي يكون هو رئيس الاتحادية عمر بهلول اللي اعطاها اللي بي صفعة اذا ما درناه ولو اذا تقصينا من لوموا الا انفسنا وخاصة النادر لما تلوم الدولة الا نفسها مسؤولين دولهم اللي تلموا لانك تشوفوا في المسرحية ما قادرتوش تحركوا تشوفوا في المسرحية والمهزلة وسكتين الى مات السكوت احنا ننتظروا في ظرف 24 ساعة او 28 ساعة تروح هذه المسرحية وتزول الفكاهة هذه بالنسبة للمسرحية هذه كوميدية تزول اذا لما يكون عمر بهلو رئيس الاتحادية لما انتفاجئوش امر عادي وطبيعي لانه مسؤولين دولة سكتين وخاصة وزير شباب الرياضة اللي وعدنا وقال اخلاق الرياضة ايضا هنا نستنى في اخلاق الرياضة بس لما نشوف ناولو ان شاء الله في القريب العاجل نشوفوا اخلاق الرياضة فالاخير متقال مع مزل من الفيديوات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته